الشوء والتفكير والشغل بقى بتاعي نفس البشرية ده والتعلق سؤال مهمة اوي تسألتوا كتير اوي هل اهتمامي انا كأنسة حتى لو كان بيحبيني بالرجل بالذات في البداية ممكن يجيب نتاجة عكسية ممكن يكون كرسة خلي بالك لو ما حطتش في اعتبارك النقاط اللي احنا هنقولك عليها دي يلا بنا نفهمها بسير خير واهلا باجمل ناس في الدنيا واجمل على كل سنة وانتم طيبين اول يوم رمضان بكرا ان شاء الله تكون يعني شهر سعيد وجميل علينا كلنا كل عام وانتم بخير برحب بكم كده سريعا وادعوك العادة اللي ما اشتركش في القناة اشترك عشان اشاراتنا ما تروحش عليه بعد كده يفضل متابع معنا وجهدي عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه واقول حاجة بسرعة كده في لاحظت في التعليقات انتو عارفين انا انا بتابع التعليقات كلها حتى لو في حد وحد بيرد عليه انا برضو بتابع الرد لان انا حريص احنا بقلنا سنتين تقريبا على مع بعض وبفرح قوي ان احنا ما عندناش بقى شغل يعني قلة الادب عفوا في اللفظ والتجاوزات والكلام اللي بيحصل ممكن في القنوات في التعليقات دي فانا بتابع التعليقات واول بأول بلاقي عليه حد بيتجاوز على طول بنتخز معاه اجراءات فلاحظت ان فيه اكتر من حد اشتكى من شخص معين امبارح فانا فعلا تبعت لقيت ان الشخص ده من غير ما اقول اسمه داخل على بنات كتير يعلى بيستظرف واستخف دمه ويه ويه والكلام ده فانا احب ان انا اطمنهم خلاص الشخص ده احنا عملنا معاه الاجراء اللازم تم حزره وازالة حسابه تماما ومرضناش نصعد الموضوع اكتر من كده وعرفنا وعرفنا بياناته فما فيش حد يقلق وانا لن اسمح اطلاقا باي نوع من انواع التجاوزات اضحك اتكلم اسلم قول اللي انت عايزه ولكن استظراف استخفاف اللي تأدى بتجاوزات تطاول لن اقبل بيه اطلاقا انا من اول ما بدأت واحنا كده ولازم هنستمر ونحافظ على ده واللي مش عاجبه ما عنديش اي مشكلة ما بنفردش على حد ان هو يعني يتواجد معانا غصب عنه لازم 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 نحترم بعض الاحترام ثم الاحترام انت على الخاص اعمل اللي انت عايزه يعني بتكلم حد على الخاص براحتك حياتك الشخصية بينك وبينه ماليش علاقة اعمل اخربوا الدنيا مع بعض ولكن هتجي على العام وهتجي قدام الناس ما تجرح ليش انت بقى عيون الناس من تعليقاتك ومن كلامك ومن اسلوبك حتى لو اتنين عند في القناة بيتكلموا بالخاص برا يقولوا اللي هم عايزين يقولوا يجوا هنا لا يلتزموا بالقوانين بتاعتنا عشان نبقى عيلة كده محترمة وجميلة وربنا يعني يبرك لنا ان شاء الله معلش وجحت دماغكم بس كان لازم ان انا اوضح النقطة دي هنتكلم في موضوع مهمة هل الاهتمام بالرجل في البدايات كرسة كرسة كبيرة قوي قوي ولذلك اللي ما عندهاش خبرة اللي بتحب قوي اللي مشاعرها سبقاها اللي قلبها غالب بشكل كبير على عقلها يعيني بتندم قوي طيبا اعمل ليه محمد ابو زيد بداياتا كده يعني هقولك على تلات نصائح في بداية علاقتك لا يجوز انهم يغيبوا عنك ابدا عشان تبقي شخصية مهما تكوني بتحبيه ومدلوقة في الاهتمام هتعملي عملية توازن لو التزمت بالتلات نقاط دول اول حاجة ما تتكلمش اكتر منه انا هديكي نصائح سهلة جدا وتقدر ان انت تعمليها اسمعي اكتر اسمعي أكتر بتاكلي ودنه بلاش بلاش ما فيش رجل في الدنيا بيحب كده اسمعي اكتر يعني هو لو بيتكلم ساعة تانية انت تتكلم نص ساعة هو لو بيتكلم ساعي ابقى انت تتكلمي ربع ساعة هو لو بيتكلم نص ساعي ابقى انت تتكلمه عشر دقاي لازم تسمعي اكتر ما تتكلمي لانك اصلا وانت بتتكلمي هتقولي حاجات سنص ملاش لازمة وهتقولي حاجات ممكن تقولي يا ريتني كنت اجلتها شوية ما كانتش وقتها كنت استنت شوية والعكس لما هو اللي يتكلم هو اللي هيقول كده وهيتكشف اوي واوراق وتبان اوي بسرعة قدامك على فكرة بدل ما يعمل فيها تقيل عليك وغامض وقامض وصامت والكلام ده كله تاني نصيحة احتفظي ببعض الخصوصيات او الاسرار عنك انا بتكلم كل ده في البداية في بداية حبنا او علاقتنا او تعرفنا بلاش كل الخصوصيات تتقال وكل الاسرار والماضي والحاضر والمستقبل نتبرع بيعك جاهز ونقوله خد افتح الكتاب وفر وشوف وهات من الصفحة الاولى وبص على الفهرس الفهرس اهو اهو تديله الفهرس اهم حاجة اوعه فيه بنتي تدي الفهرس في البداية الفهرس ده يبقى في النهاية لو وصل للفهرس من البداية هي دي المشكلة اكيد انتو يعني فلازم يكون فيه نوع من انواع الخصوصية والاحتفاظ عفوا ببعض الاسرار والخصوصيات حتى لو حاول نوع يعمل دي بوزاكي ومن خبراته السابقة يخشلك بشكل اين دايركت ويسألك خليكي بقى ما انت فاهم انت سمعت الحلقة عشان كده رجاءا شيروا والنبي ابوس ايديكم شيروا انتو ايه مشكلتكم في الشير واللايك عشان اكبر قدر يستفيد انا بيجينا رسالة جماعة والله انا بحس ان انا ما بقدم اي حاجة يعني ملاء الا انا عملا اقوله وحدة جاية تسألني في مشكلة ومال انا بتكلم بقالي سنتين في ايه وبنصح في ايه يعني نفسنا اكبر قدر يستفيد رجاءا هو دا طلب الوحيد لو شايفينها تستحق الثالثة بقى المهمة قوي اتشغلي شوية غيب مش هقولي الغيبة بس اتشغلي بمعنى احنا بقالنا دلوقتي اسبوع 10 طيام بنتكلم 7-8-10-3 ساعات حتى في اليوم بدون تواطئ عايزك في يوم دقيقة وما انتش فاضي او دقيقة وما انتش متاحة خالص فالشوق والتفكير والشغل بقى بتاعي نفس البشرية ده والتعلق ينهر سودي يا راحت فين ينهر سودي ايه اللي حصل ايه فتش انا عملت ايه انا كنت هعمل ايه زعلها انا عملت ايه اخر مرة زعلها يا راحت فين مش شفته الشيرين كانت بتقول ايه خليه تجنن كده مرة وما يلاقي نيش هو كل ده عندها خبرة اكيد وعندها معلومات عامة فتقول لك اغيب كده يومين خليه تجنن وما يلاقي نيش هو ده اللي انا عايزك تعمليه في النص كده بس معاك سبب بس معاك حجة قوية ده في البدايات انا بنصح بكل ده في البدايات بحيث ان ما يحصلش نوع من انواع الروتين القاتل اللي يؤدي الانهيار او الملل في تفاصيل العلاقة في النهاية مش عايزين ان احنا الحاجات دي لو انت شايفها بسيطة والله هي الاسباب القوية الرئيسية لفساد او فشل اي علاقة مهما كان بدأ قوية خلي بالك لذلك الحياة فن والعلاقات فن اسمه فن العلاقات ما ما بنقولش العلاقات لما تجي حتى تدرس او تعرف حاجة تلاقي باب كامل اسمه فن العلاقات فن التعامل مع الزات البشرية فن التعامل فن كل حاجة فن فلازم تخلي بالك من النقاط التلاتة دول في البدايات ولو انت شاطرة كمان يعني يستمر معاك ما بعد البدايات بشكركم جدا على المتابعة اكتبولي اراكم في الحلقة انا مدمن على قراءة تعليقاتكم اي حد غير محمد ابو زيد بتشوفه فيديوهاته عنده نصاب على طول بلوك وتعملوله ابلاغ او الدون الاكاونت بتاعه وانا هاعرف شغلي معاك انا وفريق العمل ما تقلوش خالص ما تقلوش خالص عشان الزاهرة دي انتشرت في الفترة الاخيرة وناس بتعمل اكاونتات باسمي وناس ترد باسمي وكلام كده غير لايق وانا لازم يعني نتخذ اجراءات مع كل الناس اللي هي النصابة دي ترجمة نانسي قنقر